السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضركم. النهاردة هنتكلم عن توصيل جهاز هاتف سامسونج آآ على اندرويد اوتو. ومس سامسونج آآ موديل معين. لا ده سامسونج اللي هو اندرويد اربعتاشر. اندرويد فورتين. وده طبعا بيبقى الاندرويد ده هو بيعتبر على اغلب الاجهزة الحديثة للسامسونج نزلة. ليه الاهات والاسات والحاجات اللي نزلة دي والام كمان والحاجات دي. وهنقرب التفصيل بتوصل ازاي? والطريقة سهلة جدا. وان شاء الله تعجب حضركم. يلا نشوف الطريقة ازاي بازن الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضركم. نبدأ الوقت هي اعدادات الهاتف سامسونج. ده اندرويد ده جماعة عربعتاشر. هنبص كده. اهو. حول الهاتف. نجيب معلومات البرنامج. اهو جماعة اصدار اربعتاشر ها. اندرويد اصدار اربعتاشر. نبدأ بقى الخروج والقايمة دي خالص. اول حاجة هنعمل اعدادات المطور. هنشوف الضبط اللي هو السيتنجز. اللي هو الضبط. هنجي على علامة الترس الجماعة اللي احنا عرفينها دي. هندوس عليه كده. في السامسونج بنجيبها منين? بنسحب من فوق. وبعد علامة الترس هنا. اللي هي الضبط. هنلاقي كلمة الضبط. هنوصل ننزل حول الهاتف. اخر حاجة. وبعدين هنا نجيب معلومات البرنامج. اهو يا جماعة شايفين هنا معلومات البرنامج. وبعدين نجيب هنا حاجة اسمها الاصدار. سننا كده. رقم الاصدار. ايوا يا جماعة نجيب هنا رقم الاصدار اهو. ندوس عليه كده. عدة مرات. انت لبعض خطو واحدة من ان تكون مطور برامج. نفتح طبعا اللوك بتاع الشاشة اللي هو كفل الشاشة. لقد تم تفعيل وضع المطور. اهو. ننخرج خالص. ونيجي نرفع برضو عن نيجي عند الضبط تاني. اللي هو ده. وننزل. ندور على وضع المطور. فين? اهي. كان اخر حاجة عندي يا جماعة هنا حول الهاتف. الوقتي زادت حاجة لها خيارات المطور. اهو مدأس عليها. هنا الحمد لله هنا خيارات المطور هنا قاعدة تشغيل مفعلة. بس لازم نفعل حاجة كمان. ننزل عليها. ليه ايه? تصحيح اخطاء يو اس بي. ليه دي. ثم نفعلينها. هل تريد السماح بتصحيح اخطاء يو اس بي? هقوله موافق. تمام? ما فيش حاجة تانية بتتعامل هنا عندي. خلاص. دي دي الخطوة الوحيدة اللي بتعامل هنا. ارجع التاني اخر خالص. وادور يا جماعة لسه الضبط التاني على انا لحد دلوقتي ضبط وضع المطور فقط. لسه وضع اوطو. اوطو اجيبه من هنا جماعة برضو نفس الكلام. من علامة الترس دي اللي هي الضبط. واجعل البحس هنا كده فوق. واكتب هنا آآ اندرويد اوطو. هنجرب بالعربي. لو ما جايبش بالعربي هندور بالانجليزي اندرويد. هنا ما ما جابش حاجة. ممكن ندور بالانجليزي. اندرويد اوطو. حتى انا كنت من قبل ما كمال لدي كلمة اوطو اهو. هدوس عليه. هنا جاب للاجهزة المتصلة. هنلاقي هنا يا جماعة هنا تحت الاجهزة المتصلة هنا هنلاقي حاجة اسمها اندرويد اوطو اهو. دروس اندخش عليها. كده دخل لي على البرنامج نفسه. البرنامج ده جماعة اقول تلزيح حضاركو ان ما ببقاش تظاهر على سطح المكتب. وفي فيديو احنا عاملينه سابق. ازاي تظهره على سطح المكتب او على سطح التليفون او على سطح الشاشة التليفون. وهسوب لحضاركو اللينكات اسفل الفيديو. في المزيد. الوصف المزيد هتلاقي ايه اللينكات كلها ان شاء الله. في اللينكات الفيديو ازهر الاندرويد اوطو. والبرامج المتعلقة بالاندرويد اوطو كلها. شايفين يا جماعة? التلات نقطة اللي هنا على اليمين دول. دي اسمها القايمة. قايمة الاندرويد اوطو. نفتحها كده. هنلاقي القايمة دي مكونة من حاجتين بس. طيب الوقتي انا عايز الحاجتين دول مقداروش يساعدوني في حاجة. مفيش ضبط. لازم اعمل حاجة تانية. ايه هي? ده اللي بقى ايه? الحاجة الايه? السير بتاع الاندرويد اوطو اللي ما بتقلش كتير بس انا قلت في فيديوهات السابقة قبل كده. هنجي هننزل لتحت كده عند حاجة اسمها الاصدار اللي تحت ترين. هنا الاصدار هنا احداشر بوينت واحد بوينت ستة. هدوس عليه عدة مرات. يعني مسلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. في العشرة هنا ايه? هل تريد السماح لاعدادات التطوير. مكتوب هنا هزي الاعدادات مخصصة لاستخداموا التطوير فقط. ماشي? هقول له حسنا. تمام? بعد ما قلت حسنا تم تفعيل وضع مطور البرامج. وضع مطور البرامج اجامعة ده لاندرويد اوطو فقط. وضع مطور البرامج لاندرويد اوطو فقط. تمام? حاجة ارجع تاني اطلع فوق تاني. وادوس على التلات نقط اللي فوق عندي هنا دول. اهم تلات نقط دول هو القايمة الجانبية اللي فوق. هدوس عليها. اه بعد ما كانت القايمة دي مكونة من حاجتين بايت مكونة من اربع حاجات. انا مش هحتاج من دي حاجة الا اعدادات مطور البرامجة. قم دايس عليها كده. هنا مكتوب الاصدار اللي سلكي. لو عندك الشاشة اللي هي الويرلس ممكن هنا تشتغل عطول ويرلس. تمام? وضع التطبيق. هنا وضع التطبيق هنا مكتوب عليه ايه? كزا اختيار. اصدار ومطور ومش عفق ايه ايه كده. لا انا عايز اهم حاجة لمطور. اللي هي تاني حاجة ده. بقى وضع التطبيق هنا مطور. نهار وليل هخليه نهار. عشان الشاشة يعني الاضابة بتقل وبتزيد فعشان ايه ما تضيققش الحاجات دي يعني. ننزل تحت حاجة هنا في حاجة تانية. دقة الفيديو نعملها اعلى حاجة. ومصادر غير معروفة جماعة هنفع لها. دي مهمة جدا. مصادر غير معروفة. خلاص. حاجة تانية هنا. لا هنا مفيش حاجة كده تمام. خلاص نخرج خالص. نخرج خالص كده خرجنا. نشوف هنا اي اعدادات تانية. هنا الوضع ان النهاري الخرائي التلقائي. لا خليه جماعة نخليه وضع النهاري بس عشان الشاشة تبدأ الاضابة بتاعتها سابتة. الاندرويد اوتو التلقائي نخليه تلقائي زي ما هو. بدء اه اول ما ما توصل هنا بدء الاندرويد اوتو. يتوصل على طول. مش محتاجة حاجة انت هنا تاني. ما توصلش يعني يعني يشوف الاندرويد اوتو على طول. كده خلاص. نبدأ كده جماعة التوصيل على الشاشة. كده خلصنا كل حاجة. ونبدأ التوصيل على الشاشة. يلا بينا. يلا. السلام عليكم اهلا بحضر لكم مرة اخرى. بعد ما وصلنا بعد ما عملنا اعدادات الاندرويد اوتو خلاص. على الهاتف. لسه في اعدادات تانية يا جماعة على الشاشة. والاعدادات دي بتتعمل مرة واحدة فقط. مش بتتعمل كل مرة. اول حاجة هنوصل الكابل في المكان المخصص لاندرويد اوتو. طبعا اغلب السيارات بيبقى فيها او اتنين او او سي بي. بيبقى واحد منهم يا جماعة مخصص فقط لاندرويد اوتو. واحد فقط بس. وبقى عليه علامة معينة كده يعني للاندرويد اوتو. والتاني بقى برضو بيشغل الميديا وبشغل حاجات خلاص. نبدأ نوصل الجهاز بتاعنا خلاص نوصل الكابل. وهنوصل الكابل بتاعنا عادة يا جماعة. وصلنا كده. هنشوف الهايزر ظهر الشحن عندي. اول ما وصلت جماعة لوحده. ما عملتش حاجة او. موصلت اعملية الاعداد على شاشة سيارتك. اهو. يعني معانا ايه? يعني انت اكمل الاعدادات ده جماعة على شاشة السيارة. هنا انا قلت لي ايه? مرحبا بك في اندرويد اوتو. اقول له حسنا. سيعمل اندرويد اوتو على تفعيل البلوتوز واقران الهاتف وسيزامن ايضا جهات الاتصال مع زي السيارة. اقول له متابعة. هنا قال لي اتصال البلوتوز مفصول. بس اتوصل بالفعل يعني. اهو جماعة. على طول الاندرويد اوتو دخل على طول بدون اي مشاكل وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. تمام? حتى هنا ايه دخل خد الاعدادات كلها. هنا جماعة دي الاعدادات الاولية بتاعتي. شايفينا جماعة القايمة دي? هندوس عليها. هنا عندي الاعدادات بتاعتي كلها. ودي اللي هو السامسونج. ودخل كل البرامج عندي ايه مسبات عندي كلها ايه. جماعة تطبيقات دي ده. شوف كده. اه هنا بيقول لي ايه اه هنا كده دي اعداد. هنا جماعة تطبيقات لما نخش عليها. هنا بيقول لي بس الحاجات اللي هي مسباتة عندك ايه على الهاتف? كاندرويد اوتو. نجع تاني. وكذلك لو انا عايزة اخلي الشاشة كاملة هنا. بدوس على علامة اللي هي الخرايط اهي. الشاشة بتبقى كاملة عندي. اعدادات سهلة جدا يا جماعة. بالنسبة لتليفون السامسونج وبالنسبة لاندرويد اربعتاشر. نرجع تاني. هنا طبعا الموسيقى دي مش مش موجودة. لان زي حضراتكم شايفين هنا. انغامي لو انا عايزة افعله كده. اهو. تمام? وبعوز ابدل برضو نفس الكلام يا جماعة. لو عايزة ابدل هنا. ادوس على كده. بيحصل تبديل. نفس الكلام خالص. كل حاجة شغالة عندي. ولاحز ان انا جماعة لازم اكون مفعل البيانات. طبعا. بيانات الهاتف تبقى مفعالة جدا. لازم تبقى مفعالة. تمام? اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم. اي اي سؤال اي استفسار اكتبولي في التعليقات. معكم حاز ماشد وديكوناتي. شكرا لحضراتكم. سلام عليكم. شكرا لحضراتكم.